زوار معرض أربيل الدولي للكتاب نوادي القراءة وعموما نادي المدلي القراءة ومن خلال هذه الندوة سنحاول أن نتعرف على عمل وآلية وتنظيم بعض نوادي القراءة في العراق ولذلك ارتأينا أن تكون عنوان هذه الندوة نوادي القراءة في العراق الرؤى والأثر يسعدنا اليوم أن نستضيف كل من الأستاذ وفاق أحمد وهو مؤسس نادي عنقاء من الموصل والأستاذة سهادة عبد الرزاق وهي مؤسسة نادي البصلة للقراءة أهلا ومرحبا بكم طبعا من خلال هذه الندوة نريد أن نتحاور لنتعرف على آلية عمل نوادي القراءة في العراق أهدافها تنظيمها النشاطات التي يقومون بها آلية اختيار الكتب والأهداف البعيدة لهذه النوادي وعلاقاتهم مع الكتب وكيفية التواصل وجذب الأعضاء إليهم ومن ضمن ذلك أيضا نود أن نحاول أن نعطي مجال في نهاية هذه النوادوة للحضور الكريم لطرح أي سؤال يتعلق فيما سنقوله من ضمن هذه الندوة نبدأ أولا الأستاذ وفاق طبعا هو زميلنا كان معنا من قبل في نادي المدى للقراءة ببداية تأسيس هذا النادي وفيما بعد انتقل إلى الموصل وقام هناك بتأسيس نادي عنقاء للقراءة الأستاذ وفاق أحمد هو مهندس مدني استشاري متعاقد مع منظمة اليونسكو في محافظة نينوة كمختص في حفظ وصيانة الأبنية الأثرية مدرب عالمي معتمد من المعهد الأمريكي للدراسات الاحترافية باحث وناشط اجتماعي ومحاضر في مجال الإدارة والقيادة والتخطيط أستاذ وفاق ذكرت حضرتك كنت معنا في بداية تأسيس نادي المدى للقراءة من أحد الأشخاص التي كانت إليك لمسة فعالة جدا ببداية انطلاقة نادي المدى وأعتقد قدمت معنا أيضا العديد من النشطات شاركت فيها كعضو وكعضو إداري أيضا وأغلب تلك الأفكار كانت من ابتكاراتك سعداء اليوم بعض هذه السنوات كلها أن نراك معنا متحدثا باسم نادي آخر وهو نادي عنقاء قمت بتأسيسه انطلاقا أو تأثرا بفكرة نادي المدى للقراءة حبز أن تحدثنا بداية عن نادي عنقاء شكرا شياب وتحية للجمهور الكريم الحقيقة أنه فكرة تأسيس نادي ثقافي هي فكرة تطرع على بال شريحة كثيرة من الشباب الواعي إلا أنه لكل تأسيس هناك حيثيات هناك ظروف وهناك دوافع باتجاه تحدد المسار الرئيسي الذي ستكون عليه مسيرة النادي إذا عدنا بخطوة إلى الوراء وأنا الآن يشرفني تماما أنني أعرف بكوني عضو سابق في نادي المدى القراءة نادي المدى القراءة الذي مر على تأسيسه شيء عشر سنوات تقريبا وهذه لوحدها تعني أنه هناك عشر سنوات من الخبرة المتراكمة الحقيقة أنه نلاحظ في مجتمعاتنا ضبابية في تعريف المثقف هذه الضبابية تنطلق من الربط بطريقة ما بين الاكتظاظ المعرفي وبين إجادة التكلم بعدة لغات نعم وبين الشهادة التي يحملها أعضاء النادي مقارنة بالفكر المبدئي أو الدافع الحيوي الذي يصنع شخصية المثقف وعليه فإن أغلب المؤسسين نوادي على الأقل أنا أتكلم على مساحة العراق ينطلقون من فكرة البحث عن أنصاف المثقفين أو بذور المثقفين كل حسب ما يراه وما يجده فبعضهم يبحث عنهم في ساحات الجامعات بعضهم يبحث عنهم في نهاية مرحلة الدراسة الإعدادية بعضهم يبحث عنهم بطريقة معينة في المقاهي التي تعطي لمسة ثقافية كجزء من موروث البلد الغريب بالأمر أنني بحث عنهم بين الركام عام 2017 خاصة عودتك للموصل كانت بمرحلة حريجة جدا فعلا كان تحدي كبير أن تقوم بتأسيس نادي في الموصل بعد كل الخراب الذي حل به الحقيقة أنه كمختصين وجدنا خراب في مدينة الموصل قدرنا بأنه لن تعود المدينة إلا بعد ما لاقل عن عشر سنوات إلا أن المدينة نهضت من جديد خلال ثلاث سنوات تقديراتنا يعني حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر فعليه إعادة الاستقرار للمدينة ومدينة مثل الموصل تجري الثقافة في شرائنها الشباب متطلع المسألة أن المدينة مقسومة إلى قسمين الجانب الأيمن والجانب الأيسر الجانب الأيمن هو الأكثر دمارا فبحثوا عن بذور الثقافة في هذا الجانب فكان نادي عن قائد ثقافي الذي هو يعتبر الأول نادي ثقافي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد مرحلة التحرير جميل هناك شغف وتطلع وبحث عن المفهوم المثقف خصوصا بين عقليات جيل شاب متطلع لمعرفة الخطوة التالية الحقيقة أنه لم أجد ذلك التعب الكثير لإيجاد زهرات وبتولات الشباب الذي التف فورا حول فكرة النادي إلا أننا إلى حد ما انتظرنا اللحظة الحاسمة والمناسبة بعد اكتفاع المدينة بالحاجات الأساسية لأن المدينة كانت في حالة يرثى لها أنا شخصيا أصبت بمتلازمة ما بعد الصدمة لمدة ثلاثة أشهر من هول الكارثة التي حلت بالمدينة أنا أتكلم عن انتشار السرطان بين شريحة المجتمع مثل الفلاونزا بنفس الانتشار نفس القوة سوء بالتغذية تراوما حالة من انعدام الخدمات والبنى التحتية ومع ذلك كان هناك جيل ناشئ يصدمنا حقيقة بقدراته ويصدمنا بتطلعه وشغفه للثقافة والأدب والارتباط بإرثى كمدينة لها تأريخة ومؤثرة في التاريخ العربي والإسلامي وممتد بالقدم إلى ما قبل التاريخ فعليا بالرغم مما صار في الموصل بعد هذه الأحداث لاحظنا يعني عبر المتابعة والأصدقاء والمعارف على المستوى الثقافي استطاع الموصل أن يصل إلى ما كان عليه وأكثر من ذلك حتى أن ينافس بغداد يعني حجم وكثرة النشاطات التي تقام الآن في الموصل نحن على اطلاع على بعض منها طبعا وما خفها كان أكثر وأجمل حقيقة ترفع القبة لهؤلاء الشباب أصحاب الاستجابة أصحاب الهمة العالية الذي أعادوا هذا الرونق الثقافي الحضاري للموصل بنحوه خاص والعراق عامة استاذ وفاق عن نادي عنقاء تحديدا ما هي آلية العمل عندكم استجابة المثقافين أو طلاب الجامعات أو الفئة الشباب تحديدا وأيضا ما هي آلية العطوية لدى نادي عنقاء والنظام العام للنادي يعني لنكون دقيقين أكثر فإن ينطلق تأثير نادي عنقاء من الإسم أنا لم أسميه النادي بالعنقاء لأن العراق يجب توضيح الاسم يعني بداية كان ببالي نعم الحقيقة أن العنقاء بأل التعريف تعني أن الموصل هي المدينة الوحيدة التي نهضت إلا أن لها أخوات في العراق أنا أتكلم عن ثلث مساحة العراق أربع محافظات تضررت بمرحلة عام 2014 حرب كارثية اهتز لها جبين الإنسانية والعالم ولهذا عنقاء بشكلها المسمى بدون تحديد أن للتعريف تعني أن الأنباء عنقاء وأن صلاح الدين عنقاء وأن ديالة عنقاء وأن بغداد عنقاء كما أن البصرة هي عنقاء ولهذا لن تموت فكرة الثقافة ما زالت عنقاءات العراق تنهض من تحت الرماد الحقيقة ما أخفيك تجربتنا في نادي المدى تجربة رائعة أنت أسست النادي مع مجموعة الشباب تحياتي لهم من هذا المنبر كل ما أعود إلى ألبوم الذكريات أجد نفحة رائعة ممزوجة بأيام صعبة وتحدي وسباحة عكس التيار فعليه أقتبست المنح العام الإطار العام لإدارة النادي من حيث طريقة طرح الكتب التصويت والتوثيق والانتماء للنادي هذه المبادئ الأساسية لكن مع بعض التحوير بما يتناسب واقع المدينة وشغفها وبعض الأمور سهلنا بها وبعض الأمور شوية صعبناها لكن بالنهاية أنا أتكلم عن حوالي 300 وأكثر من 300 عضو الأعضاء الفاعلين منهم والدائميين ما لا يقل عن 30 إلى 35 عضو والحقيقة أنه متابعات ما ننسى أنه نذكر أنه نادي عنقاء الثقافي هو ليس نادي مخصص لقراءة لكنه يمثل القسم الثقافي لمؤسسة تراث الموصل المؤسسة التي أسسها الأستاذ أيوب ذنون هو حاضر بناتنا مؤسسة بدأت قبل أن تبدأ يعني الفكرة فكرة عنقاء وفكرة تراث الموصل اتخذت طريقها ومساراتها قبل أن تظهر بشكلها الرسمي نعم ولهذا ما أنبادرت بالحوار مع الزميل والأخ أيوب ذنون فورا نتقبل الفكرة فكانت نادي عنقاء الثقافي هو الممثل للقسم الثقافي لمؤسسة تراث الموصل فالاحتضان هذا طبعا ساهم كثيرا في تذليل مجموعة كبيرة من العقبات بالتأكيد لتعرف عقبات التي تواجهها النوادي في العراق هي عقبات الاستدامة والإعلام والإعلان وحقيقة هناك بعض المشاكل اللوجستية التي تعرفها أو ستسهاد أيضا أعتقد تشاركنا الرأي أنه لكل حدث نحن عندنا نوع من التخوف وعندنا نوع من التحدي ولكل حدث مشاكل خاصة أغلب هذه المشاكل الحمد لله تم التغلب عليها لأن مؤسسة تراث الموصل احتضنت نادي عنقاء الثقافي بتأكيد هذا الجانب مهم جدا في عمل النوادي وكيفية إدارتها وحتى الوصول إلى فئة الشباب تحديدا كنا سنأتي لاحقا على هذا الموضوع لذلك أنت تحدثت عن نقطة مهمة اللي هي موضوع دعم هذه الأندية من قبل المؤسسات سواء كانت الحكومية أو قطاع الخاص على العموم أقصد الجهات الثقافية تحديدا سوف نعود إلى هذه النقطة لاحقا لنبحث بها من خلال آلية هذا العمل من قبل نادي في نادي عنقاء ونادي البصرة أيضا ننتقل إلى زميلتنا الأستاذة سهاد عبد الرزاق سعداء بوجودك اليوم طبعا الأستاذة سهاد سهاد عفوا هي معها باكالوريوس من علوم الأغذية وأداب إنجليزي وشهادة دبلوم عالي من جامعة عجمان وماستر من جامعة هارفرد الأمريكية هي مدرسة للغة الإنجليزية وأيضا للغة العربية الإنجليزية للغير الناطقين بها أي الأجانب وهي أيضا عضو في اتحاد الأدباء وعضو نقابة الصحفيين تكتب الشعر والقصة القصيرة ولها مؤلفات في مجال قصص الأطفال أهلا وسهلا بك أستاذة سهاد يسعدنا أن نرحب بك باسم نادي المدى ومهات قوتل ألماني نود أن نتعرف اليوم على أستاذة سهاد كأول ست في الموصل تقوم بإنشاء نادي للقراءة وأعتقد هو ليس فقط من هذه الناحية يعتبر شيء مميز بل أيضا هو ممكن القول حسب ما توصلنا من قبل هو كان أول نادي للقراءة في البصرة تلك المحافظة الجنوبية التي من الممكن أن نسمع عنها بأنها كانت مهمشة إلى حد ما في فترات معينة ومن الممكن القول بأن هذا التهميش مستمر إلى حد ما لكن هذه المحاولات لإضاءة على الأقل الجوانب الثقافية في البصرة أثرت ولفتت الأنظار ثانية إلى أهمية هذه المدينة الحضارية والثقافية نرحب بك ونود أن نتعرف على نادي البصرة كيف تأسس وما هي العوائق التي تواجهنها كالست يعني أنت تعملين في ترتيب وتنظيم هذا النادي وهذه الفعالية الثقافية كما كنت أعلم بأنني قمت بالموضوع لوحدك بعدها صار في دعم وصار في تواصل وإلى الآن مستمرة وحابين نعرف كمان عن موضوع جدا مهم وهو التواصل مع الجامعات والمدارس وفتح فروع فيها أيضا كنادي بصرة للقراءة طبعا حقيقة بالبداية أنا أشكر نادي المدى جدا لسببين أول شيء الاستضافة هذه الجميلة اللي يعني مهمة ومميزة وأشكرهم لأن فكرة نادي القراءة في البصرة انطلقت من المدى كان في يوم مثل هذا اليوم زرنا معرض أربيل للكتاب ورغم أن فكرة نادي القراءة هي فكرة قديمة في البصرة من أيام السياب حينما كان يلتقي مع أصدقاء في بيت الأقنان وكانوا يتحدثون ويناقشون الكتب بنفس آلية نادي القراءة إلا أنها كانت مغيبة لفترة كبيرة وحين التقيت بالشباب الشيار ومجموعة المدى حقيقة حز في نفسي أنه في البصرة لا يوجد نادي رسمي للقراءة هناك نوادي لربما هي ثرعية وغير فعالة كانت في البصرة رغم أن البصرة هي مدينة عجب الثقافة رغم كل اللي مر على البصرة إلا أنك في كل يوم تجد آلاف الناس اللي يتعطشون للثقافة وللقراءة على وجه التحديد ومنها انطلق نادي القراءة في البصرة حتى أنهم قالوا لي في وقتها ما راح ينجح هذا النادي لأنه كثير من النوادي فشلت في البصرة أنا رديت عليهم قلت لهم مو المهم الفكرة لأن الأفكار هي مرمية على الطرقات إلا أن الأهم في هذا الأمر آلية العمل ونحن اتخذنا آلية عمل جعلت هذا النادي مستمرا منذ 2017 لحد الآن وأيضا النادي البصرة تميزة بأمر ما أننا لا ننتمي إلى أي جهة أخرى ولا نتلقى دعم والدعم هو ذاتي هذه كانت ميزة لنادي البصرة كثير من المؤسسات طلبت أن ننظم إليها إلا أننا رفضنا هذا الانضمام لسبب نعتقد ولا ربما هذه وجهة نظرنا أنه نادي القراءة من الضروري أن يكون مستقل لا يتبع لجهة وانتبع لجهة أن لا تسقط هذه الجهة آلياتها وأفكارها على القراءة واستمر النادي إلى أن أصبحت هناك العديد من الفروع في نادي البصرة الفرع الرئيس كان في البدء بالمكتبة المركزية العامة وأنا أشكر جزيل الشكر للمكتبة المركزية وهناك هدف من وجوده بالمكتبة المركزية اشتراك هذا النادي هو أن تهدي كتاباً للفرع الذي انتميت إليه وبالتالي كانت مكتبة البصرة فقيرة بعد الأحداث التي مرت بعد السيدة عالية رحمة الله عليها وبعد أحداث البصرة فأحببنا أن نحيي هذه المكتبة وبالفعل استطعنا فقط من اتحاد الأدباء وتحية لهم كثيراً أن نزود مكتبة البصرة بألف كتاب ومكتبة الموصل بألف كتاب إضافة للكتب التي زودنا بها المكتبة والآن مكتبة البصرة هي من المكتبات المميزة بعد أن أدينا هذا الجانب انتقلنا لتأسيس فرع رئيس وهو دار صوبات الثقافية ودار صوبات الثقافية أخذت صدى كبير في البصرة وخارج البصرة أيضاً لدينا فرع في الكليات هذا الفرع مقر كلية الفنون الجميلة وطبعاً أحنا في نادي القراءة في البصرة لا نخطي أي خطوة إلا بعد دراسة طويلة وبعد استشارة طويلة ولنا رؤية في كل ما نقوم به اخترنا كلية الفنون الجميلة لأننا باعتقادنا أن كلية الفنون الجميلة هذه الكلية لا بد أن يلتحق بها من يكون مثقف بدرجة عالية جداً تختلف عن الكليات الأخرى فلا تستطيع أن تقف على مسرح أو أن تؤدي أي عمل فني إلا أن كنت مثقفاً وبالتالي وجدنا ضالتنا في كلية الفنون الجميلة ومنها انطلقنا إلى بقية أجزاء الكليات بقية كليات البصرة بجميع فروعها وأيضاً كان لنا فرع وما زال في مديرية تربية البصرة انتقل من عدادية البصرة للبنين إلى عدادية المشرق للبنين والآن في عدادية الرباط للبنات هذا الانتقال أيضاً كان مدروساً ليتسنى لنا أن نلج إلى كل المدارس على اختلافها بين البنين والبنات والفرع الآخر والأخير الذي أنشئ في نادي القراءة في البصرة هو فرع اللغة الإنجليزية وفرع اللغة الإنجليزية هو فرع أعتقد أنه الوحيد في العراق من نوعه لأنه يناقش الكتب باستخدام اللغة الإنجليزية سؤال هنا بس للتوضيح أكثر باستخدام اللغة فقط هي لغة إنجليزية أم يقرؤون كتب إنجليزية أيضاً ويناقشونها تطرح كتب إنجليزية للمناقشة وفي بعض الأحيان تطرح كتب عربية لكننا نناقشها باستخدام اللغة الإنجليزية لماذا هذا الطرح؟ لأنه أنت ذكرت حضرتك أنه أنا حاصلة على ماجستير من جامعة هارفورد وكان هذا جزء من رسالة الماجستير ماتي استخدام الأدب في تعليم اللغة وبالتالي إحنا استخدمنا الأدب حتى نطور لغة الأشخاص اللي منضمين إلنا واللي يتابعونه بشكل مستمر هذا النادي كان إلى صدق كل الشبير بين الشباب كون الشباب ينحون الآن منحى اللغة الإنجليزية ويحبون هذه اللغة أردنا أن نمزج ما بين اللغتين العربية والإنجليزية فكان لنا الكثير من الحلقات النقاشية تجمع ما بين اللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة أننا داخلنا ما بين المسرح وما بين المناقشات فناقشنا على خشبة المسرح الكثير من المسرحيات والكثير من النصوص الفنية التي من شأنها أن تثري القارئ وترفع مستوى الوعي لديه نعم أستاذ سعاد شكرا جزيلا لفت نظر موضوع إصلاة الضوء وتسليط الضوء من قبلكم على الجامعات والمدارس كما تحدثت وكما أنت أيضا أشرت إلى ذلك من خلال الفروع التي فتحتموها في هذه الكليات السؤال هو ما هي الاستراتيجية هذا التوجه تحديدا إلى الجامعات والكليات يعني هل الموضوع فقط عبارة عن أنه المفروض يكون في فرع في الجامعات وفرع في الكليات وفي المدارس أيضا هو فقط استهداف كتارجت كهدف كأعداد ولا في استراتيجية أعلى من هيك في تفكير للموضوع هل هناك بناء على هذه الفكرة نعم إحنا أصلا من أهداف النادي مالتنا رفع مستوى الوعي في العراق نحن لا نختص فقط في البصرة وإنما في العراق بشكل عام وهذا رفع مستوى الوعي يحتاج أن تدخل إلى الشباب لترفع مستوى الوعي من خلال الكتاب واحدة من أهدافنا أن نربط الكتاب بكل مفاصل الحياة وهذا ما فعلناه في المقر الرئيس الذي هو دار صوبات الثقافية وربطنا الكتاب بكل مفاصل الحياة بغض النظر عن هذا المفصل لأن الكتاب من وجهة نظرنا هو ليس ترف أنا مو في فترة الترف ألجأ إلى الكتاب لا الكتاب ضرورة من ضرورات الحياة أنا من غير الكتاب لا أستطيع أن أعيش لذلك يمكن دائما ما أكتب أنا على صفحتنا أحبي كتاباً فالكتاب لا يهجر ولا يخون لابد أن يكون الكتاب جزء من حياتنا هذه المسألة أنا تربيت عليها وأشكر والدي جداً جزيل الشكر اللي هو كان واحد من مؤسسين نادي القراءة في البصرة وما زال والدي شاعر ومؤسس لإذاعة الكويت الوالد كان مهتم جداً بالكتاب بحيث خل نقطة مهمة في حياتنا أن يكون الكتاب هو جزء من الحياة في فترة الحصار أنا دائماً ما أحب أن أذكر هذه النقطة حتى الآخرين يشوفون جد الكتاب هو أهم من الطعام والشراب في فترة الحصار كلنا احنا ضررنا بهذه الفترة بحيث ما كان عندنا أي مبلغ مادي لغير الطعام والشراب نعم فقط احنا بس اللي نجيبه هو للأكل والشرب في يوم من الأيام أنا سألت والدي قلت له أقدر آخذ فلوس قال شو سوين بيها احنا ما عندنا بس للأكل والشرب إذا تريد تشترين أي شيء ثاني ما عندنا تأخذين فلوس تشترينه قلت له أريد أشتري كتاب فكان رد صادم إلي وهو اللي بقى في ذاكرتي لحد الآن قال لي مو لازم ناكل ونشرب أخذي الفلوس وروح اشتري كتاب هذه النقطة مهمة لابد أن تفعل في منازلنا ما بين أبنائنا لازم نفعل إنه الكتاب أهم من الطعام والشراب أهم من أن أشتري قميص أو أن أشتري موبايل لأن الكتاب رح يخليني شخص قادر على مواجهة العالم قادر أن أتحدث وأن أناقش وأن أصل إلى ما أريد هذه النقطة الأساسية التي من خلالها انطلقنا إلى المدارس والجامعات جميل شكرا لك أستاذ وفاق نرجع لعندك مرة تانية بما يخص جوهر الندوة اليوم نحن مجتمعين من خلالها الرؤى والأثر كنوادي القراءة في العراق في الأوين الأخيرة طبعا بالبدايات أنت كنت بتعرف ونحن كنا موجودين مع بعض ممكن نحن لذلك اعتبرنا نفسنا من أول نوادي القراءة في العراق لأنه كان صعب جدا إيجاد الجروبات تقرأ كتب أو شباب مثلا مسوين تنظيم بهذه الأهلية وهذه الطريقة التي تدار وتنظم فيها نوادي القراءة فوقتها بـ 2014-2013 وما قبل لم يكن هناك نوادي قراءة أو على الأقل كانت هناك نوادي مغلقة نوادي تناقش الكتب بين بعضها في الكافيهات وفي البيوت في هذه الثنوات الأخيرة السنتين الأخيرتين تحديدا رأينا بأن هناك تعدد كبير في نوادي القراءة في العراق يعني نرى أو نسمع في كل محافظة هناك ناديين أو ثلاث أندية للقراءة يعني السؤال الذي يطرح نفسه هون ممكن هو الموجه لحضرتكم اثنيناتكم بس أولاً لحضرتك مدى تأثير هذه النوادي هل هي فقط نوادي ترفيهية يعني للقاءات والتعرف والإقامة علاقات اجتماعية إلى ماذا يرمز هذا التعدد في الأندية هل هي فكرة صحية إيجابية علامة صحية إيجابية أم إنها خالية من المعنى طبعاً هذا يتعلق أولاً وأخيراً بمعرفة هذه النوادي والقرب منهم والالتصاق بهم وانطلاقاً من النوادي التي نعمل فيها ومن خلالها فهل هذا التعدد صحي وهل هناك نتائج لذلك نبحث عن الأثر في الموضوع يعني نادي القراءة في الغرب يعتبر يعني على المستوى التنظيمي إن كانت هناك هيئة تقوم بالموضوع يمكن أن نسميها هي جهة تصنع القراءة يعني مهمتها صناعة القراءة أو صناعة القراءة القراءة ودعم الكتب خاصة الكتب الورقية هل هذه الأمور كلها موجودة في هذه النوادي التي أنشئت في العراق وأصبحت متواجدة بكثرة؟ الحقيقة على السريع طبعاً تجربة ستسهاد صراحة عاشت إيدش تجربة رائدة ومثيرة للاهتمام وأريد أبشرها بشرة أنه أولاً أغلب النوادي تتفق على أنه إعادة روح الكتاب إلى الحياة وهذا الكلام متفقين عليه سابقاً في نادي المدى وأعتقد هو سابقاً في وقت دراستي خلال كلية أيضاً كان موجود ووالدي الله يرحمه كان يحكي لي عنه فالعملية هي وضع الكتاب في مقدمة أولويات بناء الإنسان وهذا التوجه عالمي هو ليس توجه في العراق فقط العالم كل يبحث الآن عن أن المعرفة الإنسانية لم ينتقلت أبداً المجتمع الإنساني لم ينجح لولا الكتاب ووجود آليات التكنولوجيا الحديثة لم يخف فيها بريق الكتاب أمامها سواء الذكاء الصناعي سواء وسائل التواصل مثل ما من ظهر التلفزيون توقعوا أنه الراديو سيختفي لكن لم يختفي ولحد الآن البودكاست هو الإبن الشرعي للراديو وكذلك مسألة القراءة الجريدة لم تموت الجريدة صحيح هي تحولت بشكل أو بآخر لكنها كجريدة هي بقية محافظة والدليل الاستعلامات الآن تسلم الشباب جريدة المدى نعم نحن الآن في القرن الحادي والعشرين زمن إيلون ماسك وصعود للمريخ ومع ذلك الجريدة والكتاب والراديو يعيش البشرة الثانية تخص أنه مؤسسة تراث الموصل قامت بمبادرة موجودة تفاصيلها على القنوات الفضائية هي مبادرة الموصل تتحدث موصل توكس مبادرة لمفس المسألة مناقشة مواضيع وليس كتب مواضيع اجتماعية ثقافية مختلفة وتمس اللحظة فيما يخص الحالة التي يمر بها قليم الشرق الأوسط ومؤسس الموصل توكس بين الجماهير زميننا مؤمن هو أيضا من الأوائل على الدفع وحاصل على شهادة عفوا جائزة عالمية فيما يخص البحث الاستقصائي فإذن هناك اتحاد للرؤى بالعودة إلى سؤالك صديق الشيار لنكون منصفين ليس كل التجارب هي تؤدي إلى نجاح لكن بالغالب التجارب الأصيلة والتي يتركز فيها العمل المؤسساتي هي التي تنمو باعتبارات الاستدامة باعتبارات الفحوى والمنتج وباعتبارات التواصل وكذلك بالنظر لناتج النهائي أنا أذكر شخصيا لما كنا في المدى لم نكن نبحث عن الكم كنا نبحث عن النوع ولهذا لم ندخل في حالة من الإحباط عندما كانت بعض الجلسات قليلة على مستوى العدد لكنها هي ممتازة بالرائعة على مستوى الوضع الثقافي والنقاش شخصيا لما أسسنا دادي عنقاء كان التأسيس على مستوى يستهدف إيجاد مواهب لخمسة أشخاص فقط ونحن الآن نتكلم عن مئات لكن ركوب أنا آسف على هذا التعبير ولنكن منصفين ركوب موجة نوادي القراءة وهذه الحالة أنا أقرأ عنها في مصر على سبيل المثال وأقرأ عنها أيضا في شمال العربي شمال الأفريقي جزائر وتونس نجد أنه اتجاه الشباب في هذه المرحلة يتجه إلى دخول نوادي القراءة هذا الدخول قد يكون كجزء من إكمال السي في السيرة الذاتية للشخص أنه هو متطوع وهو عضو في نادي قراءة لكن أنا أجزم بأنه ليس كل النتائج عفوا ليس كل الأهداف سيتم الوصول إليها وليس كل النتائج مرضية بالنسبة للمؤسسين نعم ولهذا نشهد نحن ظهور موجات من إصدار النوادي الثقافية في العراق والمحددة تماما إلى جيل الشباب بعضها تموت تظهر وتختفي نعم لكن عندما نتكلم عن تجربة المدى عشر سنوات وهو مستمر كم كتاب وصلت الآن حوالي 123 الآن أنا المحاور 123 ومفروض نحن الثلاثين نتحور بين بعض تمام 123 كتاب كم استغرقت من جهد وكيف تجد الرصيد التقافي عند متابعيك عند جماهيرك لاحظ إذن أنت تعمل على تأسيس شخصيات تقافية ولهذا لا يصيبنا الإحباط عندما يكون هناك إخفاق في بعض النوادي لكن الشيء الجيد والمبشر أنه جيل الشباب الذي عاش مرحلة ما بعد يعني بداية فترة المراهقة ولا انتقال إلى جيل النظوج من عام 2010 وما بعدها هو الآن يتجه للعمل المؤسساتي الحقيقي الذي يأخذ بنظر الاعتبار لاحظ الاستدامة أنا كررتها الكلمة لكن شيء مهم سيد سعاد يعني الاستدامة هي عملية مهمة مكملة ودافع هو النابض الذي يطلق للعنان وللأمام الوصول إلى الأهداف وعمليات الوصول لأفكار ناضجة قابلة للتطبيق ووضع خطط أنا أعتبر شخصيا وضع خطة بعيدة المدى لثلاث سنوات إلى الأمام هو منجز مؤسساتي لنوادي قراءة ووضع خطة ووضع خطة مكتوبة قابلة للقياس عند بداية كل عام عند بداية كل موسم ثقافي حتى لأنت تعرف المواسم الثقافية تبدأ مع بداية الربيع باعتبار أنه السنوات الدراسية هي سنوات يعني السنة الدراسية هي تمتد فترة الشتاء وفترة الشتاء بالغالب هي فترة التأمل والقراءة بصمت لكن النوادي الثقافية تنتعش مع بداية الربيع كأنما هي ورود وتزهر مع بداية الربيع ثم أنها تختتم في الثلث الأخير من الصيف باعتبار أنه يكون هناك اكتفاء وهناك تحضير للمرحلة القادمة فيكون فيها نوع من التكامل بين المؤسسة التعليمية الأكاديمية والمؤسسة المؤسسات الداعمة مثل نوادي القراءة ننطلق بنفس الفكرة لحضر لك أمان أستاذ السهات بالنسبة لو تحدثنا عن نادي البصرة تحديدا يمكن أن نسأل ما هي نقاط القوة أو التأثير لهذا النادي في البصرة بشكل عام وبنحو خاص في الكليات ونحو استهداف فئة الشباب وهل هناك قصص نجاح ممكن أن تأتي بها كمثال على تأثير هذا النادي وتأسيسه ووجوده في البصرة أول شيء أنا سأجاوب على سؤالك الذي يخص نوادي القراءة بشكل عام برأيي نحن شعب يقلد تماما لذلك هذا سؤالك جدا ملحق نحن نجاوب عليه حضراتكم نعم فخلي التقليد يكون إيجابي نحن نفرح لما نلقى عشر نوادي قراءة ملازمة تكون كلها فعالة مئة بالمئة خلي يكون فعاليتها من واحد إلى خمسة بالمئة لكن هذه رح ينتج عنها واحد أو اثنين من القراء اللي لربما هذول يكونون نواة في المجتمع فأنا مع انتشار نوادي القراءة بغض النظر عن الأعداد وبغض النظر عن كفاءتها هذه الكفاءة لربما بوجودنا احنا وبوجود الناس اللي كان لها خبرة بنوادي القراءة ربما نعطيهم من هذه الخبرة بتداخلنا وياهم وبدعمنا لهم وبالتالي يكون كلها كفوءة شيئا فشيئا مثل ما قال الأستاذ احنا نازم تكون عدنا خطة ومن ضمن الخطة تكون تحفيزنا لنوادي القراءة الأخرى يعني شون هسنا قاعدين ثلاثة نحن ثلاثة نوادي قراءة لكن عملنا مكمل لبعض عملنا يبدأ من الشمال إلى الجنوب وبالتالي احنا غطينا العراق بشكل عام هذه النقطة اللي انا حبيت اقولها أما من ناحية نادي البصرة احنا إلنا آلية عمل مختلفة اللي جذبت الشباب احنا لا نعول كثيرا على الطريقة القديمة في القراءة فهذا جيل لا يشبه جيلنا هذا الجيل يحب أن يكون بما موجود في هذا الزمان لا خلي الجيل أو نجبر على طريقة القراءة القديمة الكتاب الورقي مهم جدا وباستمرارية القراءة نشعر ضمنيا بأهمية الكتاب الورقي لكن خلينا ننتيح الفرصة للطرق الأخرى للقراءة مثل القراءة عن طريق البي دي اف أو القراءة السمعية هذه مهمة جدا احنا بالنسبة أننا استثمرناها كثيرا في نادي البصرة وجذبنا بها الشباب أول استثمار كان أننا جذبنا فاقدي البصر فاقدي البصر عدنا مجموعة من فاقدي البصر منضمين إلى نادي القراءة وعدنا مجموعة من الأميين اللي هو ما أتاحت لهذه الحياة أن يكون متمكن من القراءة والكتابة لكن هو ما زال عنده هذا الشغف البشري لمعرفة ما يدور حوله من خلال الكتاب ومحبة مثلا للروايات ومناقشتها وخلينا ننطي مجال عن طريق السمعي نحن في بعض الأحيان يعني تواجهنا كانت مسألة أنه عدنا الكتاب ورقي وعدنا لكن ما عدنا سمعي لأن السمعي قليل فشنسوي قمنا نحن كأشخاص بالنادي نسجل الكتاب تباعا ونرسل لهؤلاء الأشخاص حتى يكونوا نويانا في الحلقة النقاشية صح هذا الأمر متعد لكن نخسر الوقت لأنه بقى عنا وقت قليل نحب نعطي الوقت كمان للجمهور فقط شغلة سريعة بكلمتين موضوع اختيار الكتاب بتعانوا منه أم لا هو سهل والله هل هل هو آتي من جهة التي تعاملونا منها أم لكم كل الاحتراب عفوا كل المساحة أو الحرية الاختيار في هذا الموضوع كيف تختارون الكتب في نادي الوسط كتبنا نختارها بالتصويت نطلب من أعضائنا أن يقدمون مجموعة من الكتب وبالتالي يتم التصويت على هذه الكتب ونختار الكتاب لكن نحن بعيدين عن نوعين من الكتب الدين والسياسة نعم هذا الشيء موجود في أغلب القراءة لكن الكتب السياسية والدينية مبتعدين عنها آخر سؤال موجه بسرعة لأستاذ وفاق أحمد أستاذ وفاق هل ممكن أن نرى يوما ما أو هل من الممكن أن يتحول نادي قراءة ثقافي ترفيهي أو مجموعة من الشباب يقدون سواء كانت تنظيمي أو غير تنظيمي هل ممكن أن تتحول هذه الأندية إلى جهة تعليمية يعتمد عليها في بناء الفرد في تنمية مواهب الشخص أم حسب وجهة نظرك وتجربتك أنت حضرتك مدرب أيضا هل هذه النوادي ممكن أن تتحول إلى أيضا بزنس يعني أن توصل الشباب النفسهم هم اللي يقودون هذا العمل الثقافي إلى الاستفادة منها تكوين وتنمية مواهبهم بالإضافة إلى استثمار ذلك بثواني قليلة تعريف المثقف أو بأحرى خلي نقول أنه واجبات الطبقة المثقفة هي زيادة مساحة الإيجابية وتقليص مساحات السلبية على كل المستويات ووضع السياسي يعتمد عليها ووضع الاقتصادي ووضع الاجتماعي ووضع الثقافي يعني ستسهاد ما شاء الله يعني العملية أنه ما نقدر نحن نعطي صفة المثقف لخريج بكالوريس فقط قد يكون آبانا وأجدادنا كانوا مثقفين بطريقتهم الخاصة منزل الأقنان نعم أحد هو يعني هو يعود بالتالي إلى أحد أقاربي شاعر بدر السياس وأفتخر بهذا الشيء لكن لا أتسلق على تراث الشاعر والمسألة الأخرى أنه أقاربنا مثلوا في مسرحيات كانت في منزل الأقنان نعم وكتبت بعض البيانات من داخل منزل الأقنان وهم كلهم طبقة نعتز بها طبقة فلاحية تمام فيما يخص تحويل النادي نعم كأنك كنت معنا عند كتابة الأجندة هي واحدة من التطلعات أنه لا ضير ولا عيب بل بالعكس ندعم تحويل كل المؤسسات الثقافية والحركات الثقافية إلى نمط مؤسساته عالي المستوى يعطينا هوية حقيقية في الهيكل التنظيمي للحركات التطافية وعبر نادي المدالي القراءة محاول تحويل هذا التنظيم إلى عمل احترافي أكثر وتأثير في الفرد والمجتمع والأعضاء الذين ينضمون إلينا ناخد سؤال واحد أو تعليق من الحضور بشكل سريع الوقت داهمنا واعتزر بأنه وصلنا ل آخر فقرة تمام تفضلوا أستاذ السلام عليكم مهندس أحمد عرفات من الموصل واحد أعضاء نادي عنقاء بداية شكرا القائمين على معرض أربيل وشكرا لكم على هذه الجلسة الجميلة شكرا لأستاذ وشكرا للك شكرا للحضور مبدئيا أنا لم ولن أندم على تلك الساعة التي تعرفت وعليها على أستاذ والمدرب أستاذ وفاق أضافي الكثير الكثير وقصة ست سهاد أستاذ سهاد قصة جميلة ما قاله لك والدك يجب أن يسطر أو أن يكون على الأقل عنوانا عندما دخلت نادي عنقاء أنا كنت أقرأ منذ كنت طالبا في الكلية في المرحلة الثانية بدأت أن أقرأ من خلال معرض أشتريت كتابا ووجدت في فطرتي أن أقرأ وستمرأت على القراءة لكن كانت هذه القراءة بعقل دون هداية الهداية أقصده بكلمة الهداية هداية نحو اختيار الكتاب واستمريت على هذا الحال أن أقرأ أقرأ دون معرفة باختيار العناوين انضممت إلى سمعت عن طريق نعم لكن ممكن تحديد السؤال حتى نرد عليه بعدنا عنه أتفضل طيب عن طريق مؤسس التراث الموصل إلى النادي وكان وكان والعقل دون هداية يعني كالفرس الغير منضب عقلك الذي يقودك لا أنت تقود عقلك نحو الطريق السليم سؤالي لست سهاد هل هناك خطة مستقبلية لوضع نوادي في العراق نادي عنقاء أو نادي في البصرة ضمن دائرة معينة للالتقاء أو للتعارف في تبادل الثقافات يوم بينهم أو حتى تبادل تجارب هذا السؤال الكس والله شكرا جزيلا أول شيء لك والتواجدك وسؤالك حقيقة أنا من سنوات قدمت طلب لنادي المدى أن يزورون بالبصرة وأن يكون أكو حلقة نقاشية موسعة من خلال نوادي القراءة المعروفة في أكثر من مكان بالعراق حتى تكون هذه الحلقة النقاشية مميزة ومثمرة وهي تكون صلة تعارف وتبادل لخبرات ما بين الشباب المنضمين لهذه النوادي وأنا أيضا أقدم اليوم لعنقاء ولكل من هو محب لزيارة البصرة أهلا وسهلا بي ورح يكون إلنا لقاء وياكم إن شاء الله في البصرة إذا رغبتم نشكر كل من ضيفين الأستاذ وفاق أحمد مؤسس نادي الموصل عفوا والصديقة والأستاذ سهاد عبد الرزاق مؤسسة نادي البصرة لقراءة على قدومكم وعلى قبول الطرح بهذه الطريقة وطرح أفكار أخرى أيضا لم يسعن المجال لأتطرق إليها ونأمل أن نكون هناك تعاون مستقبلا بيننا كنادي المدى القراءة وبين نادي عنقاء ونادي البصرة كل الشكر للمشاهدين وعلى الحضور أيضا أنتم مساء أستاذ شيار بس هدايا بسيطة أكيد شكرا شكرا